بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهلا وسهلا في هذه السلسلة الجديدة الخاصة بالتحضير لنيل شهادة AZ900 الخاصة بMicrosoft Azure Fundamentals أو أساسيات الأجر أو التخزين السحابي عند Microsoft نذكر بأن Microsoft Certificate Fundamentals هي عبارة عن حزمة من ثلاث شوايد الشهادة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إذن إن شاء الله سنناقش ونحضر للشهادة الأولى هذه الشهادة الأولى هي شهادة Microsoft Certificate Azure Fundamentals أو أساسيات الأزير الثانية خاصة بالبيانات أو المعطيات والثالثة خاصة بالدكاء الصناعي أو الإنتليجيونس أرتفيسيال والا إذن ما يهمونه نحن هي هذه الشهادة التي تسمى AZ900 خطوة إن شاء الله إلى غاية نستجل المتحان سوية إن شاء الله إذن إكزام AZ900 Microsoft Azure Fundamentals إذن هي مصممة للمرشحين الذين يتطلعون يتطلعون لإظهار وتثبيت بعض المهارات الخاصة بأساسيات يعني أساسيات الكلاود سيرفيس أو خدمات الكلاود أو خدمات التخزين السحابي إذن عندما نقول كلاود يعني الحساب أو كلاود كومبيوتين أو الحساب الدبابي في شركة Microsoft نتكلم على مفهوم الآزير يعني الآزير هو الكلاود الخاص بشركة Microsoft إذن the exam can be taken by both technical and non-technical candidates قال إذا ما كانت المتحان أحباء الكرام يمكن للتقنيين أو غير التقنيين مهتمين بمجال الحسابة أن يأخذوا هذه الشهادة لأنها لا تتطلب مهارات مسبقة this exam does not have any prerequis يعني هذا المتحان لا يتطلب لمهارات سابقة prerequisites voilà this exam voilà measures your ability to understand the following concepts قل كهذا المتحان سيبين قدرتك على فهم المفاهيم التالية voilà كلاود كونسبت إذن سنتحدث على إن شاء الله كلاود كونسبت مفاهيم الخاصة بالكلاود أو الحساب الدبابي أو كلاود كومبيوتين ثم الكور آزير سيرفيس يعني النواة مكونات النواة الخاصة بآزير إذن عندما كورس يعني عندما ندخل إن شاء الله البورطاي إذن سنذهب إلى بورطاي آجير لنجد مختلف الأشياء الموجودة في الأجير وعلى كور آجير أو آزير من الفرنساوية سيرفيسيز سيرفيسيز وعلى إذن سنتحدث على هذه المهارات إن شاء الله نتعلمها ثم آآ سيكوريتي الحماية وعلى أهم شيء هو سيكوريتي الحماية ثم آآ الامتثال أو ما يفهم بالكومبيينس ثم الثقاء أحبا الكلام الثقاء ثم آآ آآ آجير برايسين يعني مهمة جداً هذي يعني ستقوم بتأدية المبالغ خاصة بكل شيء قمت باستهلاكه برايسين يعني التمن وسيبور سيبور يعني المواكبة وإصلاح الأعطاب أو المنتونس إذن سيبور إذاً هي مختلف المفاهيم التي إن شاء الله من خلال هذه الشهادة سنقوم بفهمها وعليها بسيطة جدا إن شاء الله إذن كبنية الدرس إن شاء الله سيكون خاص بالكلاود المفاهيم الخاصة إن شاء الله بالكلاود إذن المفاهيم الخاصة المفاهيم الخاصة بالحساب والتخزين والمعالجة السحابية بالحساب السحابي إذن المفاهيم الخاصة بالحساب السحابي أو كلاود كونسبت ثم كور آجر سيرفيسز الخدمات الموجودة في نواة الآجر إذن الخدمات المقدمة المقدمة من طرف الآجر من طرف الآجر أحباء الكرام ثم مفهوم آخر خاص بالحماية كما قلنا سيكوريتي بريفايسي الخصوصية الامتثال ثم التقة مهمة جدا ثم آجر برايسين أن سيبور يعني كيفية الفوترة الخاصة بالتخزين السحابي ثم الامتحان إن شاء الله في الأخير إذن شكرا على انتباهكم بالنسبة لهذه المقدمة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله خطوة بخطوة بدون تسرع وأسر حاول إن شاء الله أن نقوم بالتحضير لهذا المتحان شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء